اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تعمل على تحقيق ما يقتضي بعض الوقت وتوفير الموارد إلى غير ذلك عوض ذلك فقد لجأت وبطريقة غير مقبولة إلى اعتماد خيار العنف والمقاربة الأمنية والشيء الذي ادى منذ يوم 26 مايو الماضي إلى حملة من التطويق ومن المدهمات والاعتقالات الواسعة داخل نشطاء الريف وإلى متابعتهم ومحاكمتهم بتهم نعتبر بأنها ملفقة وبأنها وليدة رغبة الدولة في الاقتصاص والانتقام من هؤلاء النشطة نحن اليوم في هذه المسيرة الشعبية الكبرى التي تضامن مع كل ضحايا القمع المخزني وكذلك من أجل التضامن مع كل المطالب المشروعة التي خرجت من أجلها الحراك الشعبي في منطقة الحسيمة ومنطقة الريف وكذلك أيضا عنوان العام لهذه المسيرة هو تأكيد على أن هذا الشعب هو شعب واحد تأكيد على وحدة الشعب ووحدة الوطن وكذلك على أننا ضد الحقرة بكل عنواعها لمجال الآن لكي يبقى الشعب المغربي مقموعا ويبقى المواطن مقموعا في ظروف الآن تشهد انفراجا في مستويات عداء لمستويات سياسية وغيرها فإذن نحن هنا نطالب بالإطلاق الفوري لجميع السجناء لجميع الموقفين تصوى كانت في منطقة الريف أو في جميع المناطق في البلد وكذلك نطالب بوقف كل أشكال الاعتقالات الآن وفصح المجال للشعب لكي يعبر بكل حرية مقالب بالإطلاق الفوري لجميع المناطق في البلد وكذلك نطالب بالإطلاق الفوري لجميع المناطق في البلد وبالتعالى في البلد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة